مازن تيكتوكر عنده 800 ألف متابع وبيجيب لملايين المشاهدات على كل تيكتوك بيعملوا من 9 شهر مازن قرر يبلش يعمل محتوى مخصص ليوتيوب وبيزرف 9 شهر بس حول من تيكتوكر ناجح ليوتيوبر ناجح وراح من 10 ألف المشاهدات على الفيديو لميات الألف بهالفترة البسيطة بس هل هالنجاح كان صدفة؟ هل شعبيته على تيكتوك كانت سبب نجاحه على يوتيوب؟ وهل فعلاً 9 من 10 حكا ما بينصحوا بيقول جاي؟ جواب على هذه 3 أسئلة ولأ اليوم سنقص بها القناة الجديدة الناجحة على يوتيوب عندما تقول لي لماذا تأتي بصير تحرم تفضح عرضه ونرى كيف تيكتوكر قدر قلب كل التوقعات ومشي عكس كل الاتجاهات وتحول يوتيوبر ونجاح مازن حالياً هو أكتر حالي شازي على القاعدة واليوم سنتعلم كل أسرار فإذا انت يوتيوبر جديد أو عندك تحشرية لتعرف أكتر عن هذا العالم حضار الفيديو للآخر لأنك لا تستحق إلا الصورة الكاملة للموضوع أولاً وحرفياً مبارح الشورتز طبع اليوتيوب صار عليهم دعايات وهي دي ما أجد كمفاجأة لحداً عارفينه جاية من أكتر من 6 شهر للموضوع وبما أنه الدعايات على تيكتوك مثل الفجل وبدك 10 مليون مشاهد لتعمل دولار التوقعات كانت أنه كل التيكتوكرز رح يحولوا على يوتيوب شورتز أو تيكتوك شخصياً تشد الهمة وتبلش تدفع على الدعايات أكتر لصنع المحتوى عنده ومنى إلا مسألت وقت لتطلع صرخة صنع على المحتوى بعد ما يعرفوا إدي عم يقبضوا الشباب على يوتيوب بما أنه يوتيوب عنده أكبر سوق دعايات من خلال الجوجل أدز يعني قادرة تحصل وتدفع أكبر كمية مساري من بين كل المنصة فشفنا تيكتوكرز كتار بلشوا يبنوا قاعدة جماهرية لقلون على يوتيوب من خلال فتح صفحات موازية ودعوة العالم لايفوتو لا بس يجي وقت الأبض يكون عندهم شيء يقبضوهن كمان وأيضا شفنا كتير يوتيوبرز عم بكاتروا شورتز ويوتيوبرز راحوا على تيكتوك كليا والمحتوى الطويل صرنا عم نحسه عم بيقل أكتر وأكتر وباقي بس كم يوتيوبر عم يشتغلوا على هالمحتوى مازن من تسعة شهر كان سئم من قداش تيكتوك ما بيدفعه حكي بفيديو لقلو أنه بيجيب ملايين المشاهدات وكل اللي مطلعوا من تيكتوك بس سنتين هو 420 دولار ليش بكل بساطة لأنه المدخول الحقيقي تبع تيكتوك بيجي من الشحادة لايف عالم عنده ربع مشاهدات مازن وأرقامه وبتعمل عشرات أليف الدولارات وهو ما كان بديو يوطيح له لهالمستوى فمن تسعة شهر قرار يجي على يوتيوب كليجي من هالمصائب العم بتصير هونيكي والشورتز على يوتيوب وبوقت أخذ هالقرار ما كان عليهم دعايات ولا كان معلن أنه رح يصير عليهم دعايات بس ما أزل ما كان عنده مشكلة بالموضوع لأنه لو نجاحه كان بالفيديو يطلق صار على تيكتوك ما كان جاي ليكب تيكتوكاته هوني ويفل وما جيته على يوتيوب كانت من محطه للمنصة والرقي اللي فيك تعمل فيه مدخول من خلاله إذا كنت صانع محتوى خرج فاحترم هالمنصة وقرر يصير صانع محتوى خرج لهالمنصة وبأيبرل 14 صدر أول فيديو لأله على يوتيوب السلام عليكم وأهلاً فيكم في أول فيديو إلي باليوتيوب فاكين شورت ما كان تيكتوك منصوخ كان فيديو معمول ليوتيوب بس دائماً بضلني أجل الموضوع بحكي خليها لبعدين كنت يا أخي لو حضلني أجل ما حدخل اليوتيوب أصلاً هالفيديو كان عنوان جزاب للي بيعرفوه لمازن بس للأسف على يوتيوب ما كان حدا بيعرفوه بعد ومع الدعاية العملية على تيكتوك من 800 ألف متابع قدر حصل 1200 متابع ليوتيوب ما حدا يفهمني غلط منه نقلاله ومنه ما بيعنو شيء وأكيد كانوا عمود فقري ودعم أساسي لنجاحه بس عادة بهك أوضاع بس يشوف العالم أنه ما في حماس على الموضوع هن بيفقدوا حماسهم كمان ولو ما أزل ما كان خرج كان انطفى ومات عنده 1200 سبسكرايبر على التشانيل والتشانيل ما كان إلى معنى بس واضح أنه كان فايد جاهز من أول نهار الفيديويات من قبل ما يصير عنده دعايات كانت عم بتكون من دقايق وطلوع ليبلش يعود حاله على النمط الشغل لما بيعرف تماند آيق هو أقل وقت مقبول لتحط كذا دعاية على الفيديو وطلع مصاري أكتر وكمان هو الوقت اللي بيتوصف فيه وأكتر شيء عليه عراق على يوتيوب شو قصد بي عراق على يوتيوب على يوتيوب بس تنزل فيديو هالفيديو بيتنافس مع الفيديويات اللي بتشبه واحد من الأمور اللي بيتقارن على أساس اللي يتنافس معن هو طول الفيديو يعني مستر بيست و أحمد أبو الروب والشباب عم بيعملوا فيديويات تماند آيق وققت أطول منهم إذا ما عنده زمامي ركفيية بحلقاته ما حدا يفهمني غلط بحبه كتير لمستر بيست و أحمد أبو الروب أنا عم بوصف المنافسة والقواعد اللي عم بتنافس علي العالم رسلت للقعدلة المازن كانت هوني وبالمحتوى بحد ذاته إذا بدك تعمل محتوى أصير بدك تنطلت وخبار إذا بدك تعمل محتوى طويل فيك تكون عم بتخلي الفيديو يخد نفس أكتر لأنه كل واحد عم بيدرب على نوع جمهور اللي بيحضروني سريدي اللي بيحضروا فيديوهات أقصر مستعجلين كتير بسيطة إذا منوصفها هيك مازن فيديوهاته بطاق وقصار ما بيعج قديني بالكتس مش جاي ينسخ مستر بيست لأنه هيدا هي الطريقة المضمومة اللي تنجح على يوتيوب جاي يفرض شخصيته هوني وهيدا الشي لكن تخايف نخسره من يوتيوب لأنه كأنه أيامهم بلشت تخلص كله يوتيوبر صاروا نسخات من بعض بس لا شكله جاي موجة جديدة يوتيوبرز شخصياته مميزة أول مازن مستر بيست بيقول أنه الشخصية هي موضوع بحدك على يوتيو لأنه الشخصية مش كل العالم فيها تحبك أما إذا بتكون بلا شخصية ربوع على الكاميرا ما حدا فيما يحبك لأنه مرح يكون عنده رأي فيك أصلا ما عندك شخصية ليحكموا عليها مازن عم بيقلنا اليوم أنه مضروري نسمع مستر بيست بالحرف الواحد ونروح كلنا نمحي شخصياتنا لأنه هيدا هي الطريقة المضمونة للنجاح وفيك تحافظ على حالك وتعمل اللي شايفه أنت حلو وكمان تنجح لو ما حدا بيوصفيه بها الأيام المهم يكون فعلا حلو في فرق بين محتوى مازن ومحتوى غيره مازن دغري بيلقت أي ترند عم بتصير على تيك توك بجمعه مع بعضها لتعمل فيديو يلدت فعل طوله عشرة أي بيربط كل شي تحت موضوع واحد يا الترند شخصيا شو هي يا بيحطن كلهم تحت شعار موحد وبكل حلقة بيكون عم بيحكي عن موضوع الحلقة كاملا من أولا لآخرة ودائما عنده شي جديد مثير للاهتمام يقوله عن الموضوع لو كانوا الترند عم بيعيدوا حاله شغله منظم مدروسه كل يوم عم بيلاقي شي يحكي عنه مثير للاهتمام من نفس الجاو وكونه كان عا تيك توك بيعرف كل زوايا تيك توك ومن وين يجيب القرف كله اللي عم يفضحه عنده عا تشانل وهنا بنتعلم درس جديد أوقات بتفكر اللي انت بتعرفه كل عالم تعرف ترتديع من انك تعمل الحابب تعمله أكيد مازل ما كان شايف انه قدرته على الوصول السريع لهالموضيع هي شي مميز يمكن حتى بيستحف فيها بس بموقع الحالي على يوتيوب كمنتق ساخر مازل عنده وصول لكنز اللي ما عنده خبرة بتيك توك بيستحب يصله فلو 800 الف سبسكايبر نفعوه بشكل كتير بسيط ولو خبرته بصناعة المحتوى بتيك توك كلها ما فايدته لأنه المحتوى 180 درجة فاري على قليل الخبرة القدر اكتسبه على هالمنصة لقيت طريقة تساعده على المنصة الجديدة فرجعوا تطلعوا بحالكم وشوفوا شو بتعرفوا وبموقعكم بالحياة وفكروا عشو معقول عندكم وصول سهل وهو فعلا مش سهل وهون رح تلاقي الأفضلية اللي عايزينها لتتقدم بس درازينا لدرس على يوتيوب باش تدرس عن الحياة اليوتيوب هو الحياة فلو ظاهريا المحتوى طبعه ببين سهل بس اذا بتفكر فيها خمس دايق ببين قدي المحتوى فعلا متعوبة له وقدي صعب تمشي على هالنمط أشهر ملا متوقع هلا بالرغم انه المحتوى بحد نفسه كيسر للقاعدة بس الثامنة اللي ستبعه متبعين الفورميلة المعتادة وجه صورة عن الموضوع وكلمة كبيرة والفونت اللي عم يستعمله كان مزوي كتير عادة اليوتيوبر دايما اول فونت بيستعمله بيكون جرصة بس واضح انه جاي مازن جاهز للمعركة بس لو شايفين الارقام هلا عاليين وقتا ما كان عم بينزلهم مازن كان سامله ثلاثة شهر على الان محله عم بزيد سبسكرايبرز عم بيجوا من تيك توك وعيوتيوب يوتيوب ما عم بينشور محتوى وضلوا من نيسان لشهر اغسطس على هالحالي زلمي عنده 800 الف متابعة على تيك توك عم بيجيب كم الف مشاهدة على الفيديو والسبسكرايبرز ما عم بزيدوا بس مفقد الامل وضلوا ماشي بجملة ويل سمس الشهيرة اذا بدك تعمر حيات حلو ما بتبلش تفكر ادي حيكون حلو هالحيات او ادي لازم الناس تحبو بتبلش عم بتحط حجرة واحدة وهالحجرة بتحطها بكل اهدمام وبتتأكد انو هالحجرة الوحدة ركبة محلة صح وبتلبق مع الحجار اللي حدها وكل يوم بتحط حجرة وبتعطيها حقها وشوي شوي حجرة ورا حجرة رح يصير عندك حيات كتير حلو للعالم تتفرج عليه مازن عمل هيك كل يوم حجرة حجرة ورا حجرة صار عنده حيات محتوى كتير كبير وصولا لااغسطس بالشهر يلي بلش يبين فيه مازن عالساحة من 900 سبسكايبر بالجمعة لغريب انو شهر اغسطس اقل شهر في بقلبه مشاهدات نسبة للباقي عند مازن القاعدة بتقول انو من بعد ما تعمر هالحيات تعمل فيديو حلو هالفيديو الحلو بينفجر بجيب عيون عالشانل تبعك وهالعيون بتروح على المحتوى الباقي وبتحضره ورا بعضه وبوم مبروك النجاح على يوتيوب ما عملاقي هالفيديو الضرب وفعلا هالموجة السبسكايبرز اجت على الخفيف وفلي معقول كان عامل بوقت دعاية تانية على تيك توك وحمص العالم اكتر يفوتو كان صير شي معه منبرات يوتيوب اكيدة وما نفعه الا الا انو زاد له ارقامه شوية الفيديو الضرب مزبوط كان فيديو تيك توك مصر وكان بسبتمبر 2022 ومن وراه صارعا بيجي 20 الف سبسكايبر بالجمعة وهوني مازن وصل وطبق اول قاعد اليوم انو لازم يطبق واحدة بالنهاية بس كمان انكسرت لما نجاحه مطول ودغري ارقام رجعت طوقة وبعتقد هالوقعت كانت لانو كان مصر يحاول يعمل محتوى جايمينج وتنح نفس التنيحة لمن تنحها وبدنا نحضركم المحتوى الالعاب بالقوة في الوقت كنما ينازل الفيديو كانت عم تهبوا في التشانيل شوي بس رجع جلس وعطى العالم المحتوى البداية ورجع قلع وهالشي بيوصلنا لدرس جديد اليوم وهو صوتك على يوتيوب في فرق كبير بين الانتحاب تعمله وبين العالم شو بتطلبه منك اوقات بيطابقوا مع بعض اوقات لا واذا هدفك النجاح على يوتيوب بدك تعرف تسمع لتتقدم مازن جيمر واضح بيحب الالعاب وحيبي بمشاهر بعالم الالعاب بعرف هالاحساس بس جرب انه يفوت هالشيه على التشانيل تبعه ازايها كتير فقرر يعمل الصح وعمل التشانيل عجنب للالعاب بس كمان التشانيل صار عليها فلوغ سلاهية مازن اكسترا فما رح كتير ندقي الزلمي عاطي مجال لحاله يعمل البدوية ويكون توقعات جمهوره بمحله مثل ما توقعات الباتريون السبعي بكل الطبقات دائما بمحله جولد دايمون بلاك وبلاتينوم وكمان دير بلات جديد شكراً كتير للخال لاشتراكك بدير بلاتينوم رح اتصل فيك بقرب وقت لا اشكرك شخصياً عرفت بالموضوع قبل ما اصور على الاد فلاحقت قد ما فيه هيك قدر فوتها بالحلقة اليوم فكتير شكراً لك يعطيك الف عافية وشكراً كتير لكل المشتركين على كل الطبقات البقية واللي عم يشتركوا عن جديد من خلال الرابط البوجن أو الدسكريبشن وكمان سوبر ثانكس لكل السوبر ثانكرز عدعمكم المستمر حلقة ولا حلقة وأكيد شكراً كتير للأعضاء قربنا نصير 80 عضو وعالمية في بث مخصص للمشتركين الاشتراك بدولار وبساعد كتير هلأ مازن ملقى البيتريون بس بما انه لقى صوته على التشانيل الأساسية ما بقى عنده مشكلة فيه يكمل بالأساسية طبعه يعطي العالم البداية منه واللي مسائب بيوضعه هو شو بده يعطي العالم وعلى باقي القنوات عنده فيه بلش يعمل تجارب ويفشل قد ما بده لآخر شي لاقي شي ناجح يكمل فيه ويتشعر فعلاً كتلي الطاقة جديدة على يوتيوب واليوتيوب العالم بمفتقد لهذاك شي صار له زمان اتعلمنا منه اليوم هو إذا عم تعمل محتوى أنت برأيك حلو ومقتنع أنه حلو مش غلط أنك تكمل فيه حتى لو شايفه ما عم بياخد النجاح اللي أنت بتحسه بيستحقه وبتكمل على أشهر عم تعمل هالمحتوى الحلو وتحطه انحجرة ولا حجرة ليصير عندك حيات محتوى حلو ومع الوقت والتجارب رح تزمط معك فيديو وينشهر ويخلي العين تفتح عليك أكتر ليينتشر الحيات الحلو كله العام المهم الحيات يكون حلو وكل فيديو تكون عاطيه كل الطاقة لعندك لتعمل بس نرى اتمرت الماضي قلت لنا نازلوا مهم تنازلوا وهلا عم تقلنا انتبهوا شو عم تنازلوا قرر أي وعد بدك نقطة كتير حلوة وهون بقى نحكي عن توقعاتك من يوتيوب اللي عمله مازن بتسعة شهر عمله بتسعة شهر لأنه الزلمة عنده الروحية الصح وسيقبت إنه لقى صوته من أول ما وصل على يوتيوب لقىه بالحظ أو دراسة بعتقى الدراسة لأن الصور والفيديويات من شخص فهمين شو عم بيعمل فلاش هالنقطة هي البدا تكون مش عم فهم بس مش يعني أول ما انت تجي على يوتيوب رح تلاقي صوتك مثله واللي بيأكد لنا عليه مازن هو مش إذا لقيت صوتك دغري رح تنجح مش من أول فيديو حلو بتعامله ليوتيوب يوتيوب رح يفرقع لك الدني ويولع لك ياها مازن جاي مع شعبية كبيرة صناعة من تيك توك وفيديوياته من أول كانوا مدروسين وحلوين والصور من المواضيع جزابي بس برضو أخدته خمس تشهر على نفس النمط لآخر شي نجح واخد حقه من يوتيوب هلا نوادي لم بتصير يفرقع لك ياها يوتيوب إذا الفيديو تبعك مدري من أيها كوكب جاي بس مش هيدا اللي لازم يكون انت عم تتوقعه واللي لازم تتوقعه هو أنه من بعد ما تلاقي صوتك بأشهر بلش تلاقي النجاح اللي انت عم تطمح له بس درنان شو رح يعرفن انه ليت صوتي إذا ما نجحت هيك شو رأيك افتح الشانل عنك لانه هون تجي شطرتك كيوتيوبر عن نفسي أول موضوع دراما عملته كان عن مليون روزز وما أخذ هالنجاح المبهر بس كان واضح في فرق بينه وبين المحتوى اللي كنت معتايد أعمل فصرت كل فترة كب موضوع دراما لشوف انه هل كانت صدفي ولا لقينا شي جديد ولا لأنه هيك العالم حبين يعرفوا مني وشوي شوي بلش تحول للشانل بهالاتجاه لأنه اكتشفت انه باليوتيوب العربي المنطق العام مفقود وصوتي بالدنيا العالم لحط قراءن وأحاسيسن حول مواضيع مختلفة بكلمات واضحة تعبر عن اللي عم بحثه فيه موضوع بحث شخصك الواحد بده يعمله على يوتيوب ومع التجارب والفشل والطلعات والنازلات لتكتشف آخر شي العالم شو بده منك نظرة قريبة على قناته التانية مازن أكسترا بتفرجي انه نجاحه بالقناة الأساسية ما كان صدفي ولا كان من وراء شهرته أرقامه على فيديوهات الجيمينج متواضعة بالنسبة لشخص مفروض عنده هالشعبية الكبيرة وهيدي بتجي لأنه بتحس مازن مش كتير عم بطبق اللي اتعلموا بالشانل الأساسية على الشانل التانية إذا منحط لتشانلتان حط بعض كأنه شخصين مختلفين عم يشتغلون على قليل الشخصين مختلفين عم بيعملوا الثومنيلز ويمكن فعلا شخصين مختلفين على الشانل الأسية منشوف وضوح بالصورة كلمة كبيرة بالعربي مكتوبة بفونت حلو ومرتب وبالخلفية شي واضح عن موضوع الفيديو بالجيمينج منشوف صورة صغيرة مش واضحة عن شو عم بصير باللعبة وكلمات بفونت مش برتبه صغير الواضح مازن انه عنده الروح القديمة الحلوية تبع يوتيوب من فيديوياته على الشانل الأساسية ونجحوا معه وهيدا بالنسبة لي كان خرق للقعدة بس ما قد رجع خرق القعدة مرتانية بالجيمينج شانل لما جرب يعمل نفس الشي بنفس الروحية فيديويات تختيم الألعاب يمكن اول شخص واخر شخص نجح بهالنظام كان جده الشاي منش عشر سنين وهالنوع المحتوى صلى قديم مع الثلز لاضعاف قده لفشل كبير مؤرنة مبلي عم بيعملوا على اتنى الشانل وهيدا بس لا يروح ويفرج اكتر قد يستحق نجاحه على الشانل الأساسية اكيد عمازن اكترا بتشوفه بثوث وهالشي بيحمسني سير اعمل بثوث عدر بلايز هيك هيك طافية بس وبعد ايدي كتير مهتم بشو بيصير فيها للشانل اكتر من انه مهتم يشارك العالم للمحتوى اللي بحبه بس اخر تحدي عمله بيحسسني انه مهتم يجيب اهتمام لمازن اكترا فبتمنيله توفيق بهو شو حابب يعمل وانا عندي مش حابب انصحه لمازن لانه واضح انسان خلاق وعم بشي اقتر يقول حاله بلا جميل حدا وهيدا الدرس كمان بها الحلقة بس تكون انت بارض المعركة ما تسمع كتير من العالم لعالأدراج انت العم بتحارب انت العارف شو بدك من هالمعركة وشو حابب نتيجة تكون اكيد دايما لازم تكون عم بتشوف شو عم بيحكو بس لما يجي الموضوع لانت شو بدك تاخد قرار لتعمل ممنوع يكون قرارك جاية من براتك انت بدك تكون مقتنع كامل لقتنع باللي عم بتعمله وبتعمل ولو ما هيك عمل مازن ما كمل خمسة شهر قبل ما انفجرت للشانل تبع ومين بيعرف اذا كمل عهل نمط بمازن اكسترا شو قادر يعمل انا كل اللي حب اعمله بهالحلقة هو اولا اللي اهلا وسهلا فيك على يوتيوب نقصنا شخصيات حلوة ثانيا النجاحات السريعة غريبة ودائما منتعلم منا دروس فحبت انا اتعلم منو وعهل مبدأ انبنيت السلسلة فاذا حبين اني اخد نظرة رب على حيالا قناة حصيت فيها شي مميز او شي قناة مشهورة حبين تعرفوا ليه وصلت لهوني تبولي بالتعليقات انا كل اسبوع بعمل حلقة تحت عنوان ايش سالفت وكل او ربعة عنا اخبار الشباب فاذا هالموضيع بتهمك او بتهمك عمول او عملي سبسكرايب للشانل بس درات 99% من جمهورك بنيت 50% من العرب بنات بانك بريد شانل عالك الحالكة معكم درات وانا بشوفكم في حلقة تجد